كانت ستة أمسيف بتسأل عن الروحانيات ومعناها إيه في الإسلام وهي كانت بتقصد أنا حبين لحضرتك المعنى لكن هي دخلت في سكة اللي بيرقوا ويدوها ورق مكتوب عليها مش عارفة مكتوب إيه طلاصم ولا إيه وبعد كده بقت تتخيل بحاجات بتشوفها على عموم مطلقة يعني في معنى كلمة الروحانيات دي أصلها من الروح والروح أرقم من النفس وكل ده يعني لي معاني عظيمة ولها تفسيرات كبيرة لكن ما أظن أن حضرتك تقصدي هذه المعاني لكن حضرتك بتقصدي الأمور اللي هي الاندراج أو اتباع بعض هؤلاء اللي بيقولوا عن نفسهم أنه هما بيرقوا الناس أو أنهما بيحصنوهم أو أنهما بيعملوا لهم أي نوع من جلسات الذكر أنا كل أنا شايفا من حضرتك أن حريك بسبب أنك خط تجربة إنسانية شديدة تعبت حضرتك وخلتك في ضعف إنساني والإنسان في حالة الضعف بيستجيب لأي ناعق لأي حد بيقول أي حاجة ولقلة الخبرة ببعض الأوقات أو عدم استفاء الإنسان في أنه يسأل سؤال جيد هذا الفعل ينفع أن أنا أعمله أو ما أعملوش فبينزالج أو بيدخر الإنسان أو بتزل قدمه فيتبع بعض هؤلاء العرفين أو الدجالين اللي يقولوله ومعرفش هاتوا أن يعمل لك كذا ويكتبوا طلاصم ويدهالوا ويخيل للإنسان حاجات بيشوفها سواء هذه الخيالات يراها أو هي من دواعي نفسية أو بسبب مرض نفسي أنت عليك أنك تحصاني نفسك وما تعمليش تاني اللي أنت عملتي ده إحنا في قوة إحنا مش شايفينها حوالينا من الملائكة الكرام دي مخلوقات نورانية وكذلك من الجن وهذه مخلوقات من نار الإنسان عنده الملائكة الكرام وعنده كذلك القرين الإنسان هو بكثرة الذكر بينشط أهل الذكر والطاقات النورانية الطيبة اللي هي الملائكة المخلوقات النورانية الطيبة اللي هي الملائكة الكرام أو أنه بيكون بيتبع وسوسة الشياطين وبالتالي بيكون أميا لفعل السيئات من اللي بيتحكم في هذه الأرواح أنها تكون مصاحبة لذلك الإنسان الأرواح الطيبة من الملائكة أو غيرها من هذه المخلوقات الأخرى كالجن الإنسان الإنسان هو اللي باستقامته وإحسانه هو اللي بينشط أي من هذه القوتين فأنا كنت من الزاكرين كسرة الزكر ونحن يسألنا في مقدمة التفسير بتكسر حوالين الإنسان الملائكة الكرام لأن الملائكة بيجوا مع الزكر والملائكة لهم دور عظيم في حياة الإنسان ولما بيكتروا يدعوا للإنسان ومنهم الحفظة ومنهم أنواع كثيرة من الملائكة الكرام لما بينكون الإنسان ده يكون من أهل الذكر أهل الذكر العملي والقولي سواء بيقوله بقلبه أو بلسانه أو بأفعاله أنه بيتق الله في أفعاله فده تنشط عملية كسرة الملائكة الكرام حوله كان من الغواه من الغاوين ينشط أصحاب القوى الأخرى من النار وهم الجن من مردة الجن ما بتكلمش من الجن المؤمنين وبالتالي أنا اللي بحرك القواتين دول أنا معرفش اللي رحت أو اللي قريت لي دي أريت إيه ولا كتبت إيه ولا عملت طلاصمة أنا مش عارفة هي بتحط إيه وبحط نفسي في طرق وبحط نفسي في وسوسة وخيالات وتقولك معرفش روح إيه وإقفلي الباب ده تماماً المؤمن رب النبي عيسى والسلام نزل عليه القرآن الكريم وحي من عند الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء لمن أراد فأنا علي أن أقرأ المحصنات بإلا أنا المفروض أتحصن بها أقرأ سورة الفاتحة أقرأ آية الكرسي وضيفي ليها كمان الآية 102 في سورة البقرة ضروري جداً أن أنت تقريها واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وتقري آية الكرسي بعدها خواتيم سورة البقرة وكذلك خواتيم سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض هتقري دي كمان وتقري المعوذات الثلاث قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فريدي مش أدر أرى كل ده هل تزم المعوذات آية الكرسي والمعوذات الثلاث قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وجاء فيها حديث صحيح بأن الإنسان يتحصن بهذه الثلاث عند صباحه وعند مسائه بعدما صلي الفجر وبعدما صلي الصبح أقرأ التحصين وبعد صلاة العصر قرب المغرب أو بعد صلاة المغرب أقرأ التحصين بتاع المساء ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء يا صاحبة السؤال الست وموسيف